اشتركوا في القناة وعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي في مستهل الجلسة وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كلمة رفع خلالها الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى على الثقة الغالية مؤكدا سموه أن الوزارة الجديدة تعاهد جلالته بأن تبدل كل ما في وسعها لتنفيذ رؤى جلالته وتحقيق تطلعات المواطنين ماري بن سموه عن خالص التهنية لمن تم إعادة تعيينهم في هذه الوزارة ورحب سموه بالوزراء الجدد وشكر سموه أعضاء الوزارة السابقة على ما قدموه من عمل وجهد وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الوزارة الجديدة تستقبل أولى مهمها بعداد برنامج عمل الحكومة الذي يرتكز على تحقيق التوازن المالي بحيث يرتكز على تحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي والسدامة الخدمات وتحسين جودتها على مختلف الصعود بعدها رفع مجلس الوزراء خالص التهنية وتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين العزيز بمناسبة احتفال البحرين بعيادها الوطنية يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 للميلاد وبالذكرى السابع والأربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لمقاليد الحكم واستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز الانجازات الكبيرة التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة العهد المفدى وبما حققته البحرين في ظل قيادة جلالته من مكانة اقليمية ودولية ومن دور ريادي في المجالات المختلفة سائلا المجلس المولى عز وجل بأن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء على البحرين قيادة وشعبا وبمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام فقد استذكر مجلس الوزراء بكل الوفاء والتقدير التضحيات التي قدمها شهداء الواجب وبطولاتهم في ساحات الشرف من أجل الدفاع عن وطنهم والدود عن أمتهم ليسطروا بها القدوة والتضحية والبدل وسيظلون دائما موضع اعتزاز وفخرة بعدها شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح قمة مجلس التعاون التاسعة والثلاثين التي شارك فيها حضرة صاحب الجلالة العاهلة المفدة ورأس عمالها خادم الحرمين الشريفين ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعلان قمة الرياض وبما تضمنه من تأكيدات في الحفاظ على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه كما رحب سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه القمة وما أكدت عليه من حرص المملكة العربية السعودية على صيانة مجلس التعاون وتسخير طاقات دول المجلس لخدمة شعوبها وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن نتائج هذه القمة ستعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وستدعم كيانه في مواجهة التحديات وتجاوزها بالموقف والقرار الذي يخدم مصلحة دول المجلس وشعوبها إلى ذلك فقد قدم معالي وزير الخارجية تقريرا بشأن اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياضة بعد ذلك هن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء النواب بفوزهم بثقة الشعب كما هن سموه مجلس الشورى رئيسا وعضاء على الثقة الملكية السامية متمنيا سموه للسلطة التشريعية التوفيق والسداد للاطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية مؤكدا سموه أن الحكومة حريصة على تحقيق التعاون المثمر والبناء مع السلطة التشريعية وفق الاطر الدستورية لتحقيق إنجازات مشهودة بالشراكة الإيجابية بين السلطتين بما يخدم الوطن والمواطن بعدها حال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2017-2018 للإشراف على التحقق من الملاحظات الجوهرية والتوصيات الواردة في التقرير وفقا للأهليات التي تم استحداثها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والهيات الحكومية إلى معالجة الملاحظات التي وردت عنها في التقرير السنوي 2017-2018 لديوان الرقابة المالية والإدارية وتصحيحها بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشجيد الضوابط على تسكين العمالة الأجنبية العازبة وصل أحياء السكنية المكتبة بالعوائل ومراعاة الأبعاد الاجتماعية لذلك في الأحياء القديمة كمنطقة النعيم والمحرق وغيرهما وحال سموه إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سموه ولي العهد دراسة إعادة تصنيف تلك المناطق السكنية بشكل يحفظ خصوصية أحيائها وهويتها وتهيئتها بالمرافق والخدمات التي تشجع الساكنين من الأهالي على البقاء في تلك الأحياء والمناطق بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا أحال مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة في اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة لفتح مكتب للمنظمة بالبحرين لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية وتقديم خدمات استشارية وتقنية بشؤون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ثانيا وفق مجلس الوزراء لمشروع قرار بشأن استخراج صورة مصدقة من بيانات سجل الإفلاس والمعلومات المقيدة في قائمة أمناء التفليسية الذي يجيء محققا لما نص عليه قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018 ثالثا بحث مجلس الوزراء السبل الكفيلة بالحفاظ على الموارد المائية ووقف الهدر المائي من خلال الحد من التسريبات المائية حيث انخفضت نسبة التسريبات للمياه من 38% إلى 17% مسعرضا المجلس ضمن ذات السياق مذكرة مرفوعة من سعادة وزير الكهرباء والماء تندرج ضمن هذا الخصوص رابعا وافق مجلس الوزراء على التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية للخدمات الجوية بين البحرين والبرتغال على هامش مؤتمر اليكاو الذي سيعقد في نيروبي وحالها إلى اللجنة الوزرية المختصة وذلك بعد العرض الذي قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بهذا الخصوص خامسا بحث مجلس الوزراء توسيع فئة الشباب التي تستفيد من الخدمات والبرامج والنشاطات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بما يكفل عدم حرمان أي فئة بسبب معايير السن من الاستفادة من تلك البرامج وبعد اطلاع المجلس على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة فقد كلف المجلس الوزارة المذكورة بتقديم البدائل المناسبة بشأن تحديد الحد الأعلى لسن الشباب سادسا أحال مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة في اللجنة المختصة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر